السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفع الجلة المنتخب السعودي المنتخب الاراقي المنتخب المغربي المنتخب المصري المنتخب المصري بالتوفيق لجميع ان شاء الله يقوم الان البطل المصري حمزة محمد احمد بالتسخين تليق اللاعب السعودي طوله محمد دهود بالتوفيق لجميع ان شاء الله زي ما احنا شايفين بطولة اكثر من رائعة تعليمات الحكام طبعا بيديهم فترة تسخين للعيبة علشان ما حدش يجراله حاجة حفاظا على اللاعب كل لاعب يقوم بالتسخين كل واحد له تسخين عشر دقايق كده كل اللاعب عشر دقايق او خمس دقايق بعد كده هنبدأ المباراة ان شاء الله على بركة الله يبدأ الرمية الاولانية لللاعب السعودي اسف جدا ده اللاعب العراقي اللاعب احمد محمد المحاولة الاولى المحاولة التانية والاولى لللاعب المغربي محاولة صحيحة لازم اللاعب يخرج من خلف مقطع الرمي ولازم رجليه ما تعديش هو بيرمي زي ما احنا شايفين دخول البطل المصري احمد حسن الشهير بمصطفى عمر بالتوفيق ان شاء الله يا بطل بالتوفيق للمنتخب المصري واللاعب احمد حسن الملقب ومصطفى عمر محاولة صحيحة يستعد لدخول الرمي اللاعب حمزة محمد الشهير بمحمد مجدي محاولة خطيئة طبعا زي ما احنا عارفين اللاعب البطل المصري عنده رقام قوية جدا بيلعب بالرغم من الاصابة في القدم لكن عنده عزيمة واسرار ولازم ان يمثل مصر في المحافلة الدولية هنشوف مين اللي هيخش دلوقت عن رمي اللاعب العراقي اللاعب احمد محمد محاولة خطيئة داخل اللاعب السعودي موقفين اللاعب مؤكدا دخول مرة اخرى اللاعب السعودي قوي جدا عنده ارقام قوية جدا محاولة صحيحة زي ما احنا شايفين من سيفوز بالذهب والفضة والبرونز ثلاث مادليات موجود خمس لعيبة نهائي على طول دخول اللاعب محمد مجدي اللاعب منتخب مصر بالتوفيق يا بطل برغم الاصابة لكن الله اكبر عليك يا بني ربنا يحميك محاولة صحيحة ربنا يكون فؤونك يا بطل المحاولة لللاعب مصطفى عمر لا بمنتخب مصر محاولة قوية جدا محاولة صحيحة طبعا النتيجة النهائية هتبان في اخر الفيديو للحابب يتابع محاولة صحيحة لللاعب المغربي مخلص امين دخول اللاعب مرة اخرى اللاعب حمزة محمد الشهير بمحمد مجدي بالتوفيق ان شاء الله الدبابة المصرية محاولة صحيحة عاش بطل خروج صحيح دخول اللاعب احمد حسن الشهير بمصطفى عمر بالتوفيق ان شاء الله الجميع المنتخبات العربية على ما اعتقد اخر محاولة للبطل المصري محاولة صحيحة محاولة خطيئة اخر محاولة لللاعب المغربي محاولة صحيحة محاولة خطيئة النتيجة النهائية صباق دفع الجلة البطولة العربية للكبار المنتخب المصري حصل على المديلة الزهبية اللاعب احمد حسن عشرين تلاتة وستين حصل المركز الثاني المنتخب المصري حمزة محمد احمد خليفة الشهير بمحمد مجدي عشرين تلاتة وثلاثين حصل على المركز الثالث المنتخب السعودي طوله محمد داود تسحتاشر اتناشر حصل على المركز الرابع المنتخب العراقي احمد محمد سبحتاشر اتناشر كما حصل على المركز الخامس المنتخب المغربي مخلص امين ستاشر واحد وثلاثين بالتوفيه لجميع ان شاء الله لو عندك اي استفصار اكتب لنا في التعليق واحنا هنرد عليك مع تحيات كابتن وليد عبدالغني